كرى البنك المركزي تحذيره بشأن التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة لما تكتنفه من مخاطر عالية أرجع البنك هذا تحذير إلى تذبذ بقيمة هذه العملات واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن أرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها جاء ذلك في ضوء متابعة المركزي لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويق لها بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة أكد المركزي اقتصار التعامل لداخل البلاد على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك فقط ويهيب بيئة المتعاملين داخل السوق المصرية بتوخي الحظر الشديد وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر